كانت واحدة من اهم اولويات حكومتنا هي اكمال المشاريع المتلكة نحو 2500 مشروع متلكة منذ سنوات حل اشكالية هذه المشاريع كانت تمثل تحديا للفريق الحكومي منذ الايام الاولى لتسلمه ادارة البلاد لكن بعد مرور عام من عمر الحكومة تم اعادة تفعيل وانجاز اكثر من ثلث تلك المشاريع وعلى رأسها تسع مستشفيات كبرى متلكية القطاع الصحي له الاولوية في عملية اكمال المشاريع الصحية لانها على تماس بحياة المواطنين لكن الوقاية من الامراض ايضا هي بدائرة المشاريع التي يفترض ان تعزز من قبل الاستثمار سواء من خلال صندوق التنمية او من خلال موازنة اتحادية او من خلال غرامات والضمانات المقدمة من قبل المتلكيين قطاع التربية تجاوزت نسبة المشاريع المتلكية المنجزة خلال عام 40% من مجمع لمشاريع الامنية المدرسية المتوقفة سيد رئيس الوزراء لا يمكن انجز بمفرده كل الامان يجب ان يكون هناك جهاز كفوق مخلص قدير نزيه لينجز اكبر في فترة اقصر ويبقى المواطن يشعر ان هناك انجازات حقيقية مراجعة موقف الاجازات الاستثمارية الممنوحة وسحب المتلكئ منها سياسة اعتمدتها القيادة العراقية لانهاء ملف توقف المشاريع المزمن والتمهيد لاكمالها حازم الشرع العراقية الاخبارية بغداد